من جهته أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين لدى إشرافه على معرض للصور الفوتوغرافية المخلدة لرسالة شهداء الأبرار بمقر المجلس الشعبي الوطني أكد أن الجزائر تشهد نقلة نوعية في مجال الحرية والحوار السياسي الذي بشره رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون مع مختلف القوى السياسية بدون إقصى مبرزا أن التغيير الهادئ والآمنة نحو جزائر جديدة بدأ ومستمر على كافة المستويات نحن الآن مطالبون بأن نحل مشروع وطني حقيقي مثله السيد رئيس الجمهورية في مشروع الجزائر الجديدة مبني على أسس أساسية أولها الحريات والحفاظ على الحريات وهو ما أكده دستور 2020 فالجزائر اليوم تعرف نقلة نوعية في الحريات تعرف نقلة نوعية في الحوار السياسي الذي بدأه السيد رئيس الجمهورية مع مختلف القوى السياسية ولا إقصاء إلا من أقصى نفسه ولا إقصاء إلا من أقصى نفسه هذا الحوار الذي يبني كل المقاربات السياسية في عصر الحالي التغيير في الجزائر مستمر تغيير بدأ وهو مستمر والتغيير الهادئ الآمن الذي يباشره السيد رئيس الجمهورية وهو موجود على كل مستويات سواء كانت إدارية أو سياسية وما دستور وما جاء فيه الدستور 2020 كله تأكيد على استجابة لمطالب الحراك مطالب الشعب المعقولة والتي يباركها كل العاقل في بلادنا ولكن هو المطلوب كذلك أن ننتبه وأن نحذر من كل المخططات التي تعد خارج دائرة الجزائر الجزائريين الشباب الجزائري يعرف ومملوء بالوطنية وحب الوطن وبالتالي هو صمام الآمان لكل المؤامرات التي تحاكو ضد بلادنا اشتركوا في القناة